بمناسبة للاتحاد والمجلس الجديد النهاردة على الصبح كده عريق كابتن أحمد شبير في الراديو عمل مداخلة أنا شايف أن هي كانت مهمة والكلام فيها كان مهم أيضا مع الأستاذ خالد الدرندالي نائب رئيس اتحاد الكورة والكلام الطبيعي اللي هيصار كيف يمكن أن تسير علاقتك مع النادي الأهلي عطفا على أن الراجل خاد الانتخابات الأخيرة على مقعد أمين السندوة لم يوفق فبالتالي كان السؤال الواضح والصريح من الكابتن أحمد شبيان الناس هتتصور أن أنت هتصف حسابات مع النادي الأهلي الحقيقة كان الرد الواضح والصريح من الأستاذ خالد درندالي الأهلي ده بيتي أنا ما دين له بكل حاجة أنا لا يمكن آف ضد أي نادي في الاتحاد لا يمكن أن أنا أخذ مواقف ضد أي نادي غير عادلة يعني غير عادلة فما بالك لما يبقى ده النادي الأهلي فعلى الإطلاق مش هنشتغل إلا بعدالة وبنزاهة وبحرص على المصلحة العامة لكل الأندية ولا يمكن أبدا يكون في التصور أن أنا ممكن أكون ضد النادي الأهلي أو أي مصلحة للنادي الأهلي أو أي حق طبيعي ومشروع وعادل للنادي الأهلي وده اللي النادي الأهلي بيأمله من كل الناس بشمانز ضيف على كده حاجة قبل انتخابات اتحاد الكرة الذي أوحى لخالد الدرندلي أن يكون في القيمة ورحب بهذا هو النادي الأهلي لأن مهم منك الأهلي كل ناس تقول للأهلي فين كوادرك في الاتحادات يعني فهو في انتخابات النادي الأهلي هناك تصور المرحلة دي عايزة كذا ليس يعني طعنا في الثقة أو في العلاقة طيب لما يكون محتاجين رجالتنا برا الاتحاد لا هو الأهلي يسق جدا أن الرجل دي بخبراته يقدر يفيد كرة القدم المصري فما فيش يعني هو كابتن شوبيير عنده من الزكاء أنه يهاجمك عشان يطلع على الحقيقة آه بس ده شغل صح آه وده شغل صح آه طبعا والرد كمان لأنه رد صادق رد هاية ما فيش فيه التباه طبعا قالوا بأنا جاي حقا العدالة الكل الأداية حقرة النادي اللي كنت فيه صحيح صحيح مش مش منطقة لا يمكن ومن ثم ده بقى يعني بداية لمحاولة إراية المشهد اللي جاي لأنه العلاقة دي مؤكد أنها تكون مرصودة والمؤكد أنها تكون مستهدفة والمؤكد أنها تلاقي ناس تنفخ فيها بس حبينا بدري بدري ده الوقت يمكن يحفل الشيء وعكسه آه يعني إذا إذا أعطي للأهل حقا يبقى أصل الدرندالي طب إذا لم يعطى للأهل ما يريده أما طبعا ما هو موقف أيوة دعوا الناس تشتغل والمسائل على فكرة تبقى واضحة جدا لأن الأهل ما بيتمحكش غير في حقوق واضحة صريحة يكون له حق واضح فيها دي كانت نقطة مهمة جدا على مسألة اتحاد الكرة لأنه كمان عندنا أمل كبير أنه هذا المجلس الجديد يقدر فعلا يعزز السقة في التحولات اللي بتحصل في الكرة المصرية يبدأ ينظم مسابقات الناشئين بشكل أفضل يبدأ مسابقة كاس مصري تبدأ تنتظم أحسن المنتخبات يبدأ يبص عليها بشكل أفضل التحكيم ملف التحكيم لوحده أتمنى أنه يحظى بالاهتمام الكافي من قبل الأستاذ جمال علام ومجلس إدارته أستاذ إبراهيم إذا أردت أن توصل لحال التحكيم لابد من استقلال هذه اللجلة تماما أنا كنت في برشلونة يعني بتفسح من كام سنة صديقنا الأستاذ كرم كنت رح تجيب مسي صح كنت رح أجيب مسي لبرشلونة فقال لي أنا هعمل لك زيارتين مهمين زيارة تلت زيارات الحقيقة لمنطقة كتالونيا ولجنة التحكيم اللي هي في مبنى مستقل خالص اكتشفت وبعدين نادي برشلونة والراجل أوفى بوعده وعملت التلت زيارات لفت نظريه إن اللجنة استقلال كامل كامل بمبنى مستقل ما لهمش دعوة بيه بلواي حمى بيحطوها وطريقة التظلم على قرارات المنظمينها والدنيا ماشية بشكل ما يخليش حد يشك في إن فيه ضغط عليهم من أي جه أتمنى المشهد ده ينتقل إلينا نتمنى مجلس دارة الأستاذ جمال علام هو رئاسة جمال علام نائب الرئيس الأستاذ خالد الدرندلي والأعضاء اللي هو محمد حلمي مشهور والأستاذ محمد أبل وفا والكابتن حازم إمام والكابتن محمد بركات والزميل إيهاب الكومي والمهندس عامر حسين والأستاذ دينا الرفاعي الجمعية العمومية انتخبت هذا المجلس بأغلبية ساحقة أخذوا بالضبط 109 أصوات من 116 صوت شاركت في الانتخابات في محمد إبراهيم بقيمته أخذوا 6 أصوات هذا الانتخاب يمكن فيه صوت بطل يعني هذه الانتخابات كانت بالقيمة لكن خدوا بالك حاجة يمكن ده الصوت اللي ضائع منه القيمة التانية هي كلها من منطقة واحدة كلهم من سهاج اللي مش من جهنا من أعتقد المراغة كلهم من منطقة واحدة من أخميم والمراغة بالضبط نفس المنطقة جات القيمة بالكامل المراغة ده كنز مواب تلت لعيبة دوليين من المراغة عارفهم مين كابتن أحمد حسن لا مغاغة مغاغة أنت جيت من سهاج للمينيا وعدت على أسيوط ماشي هي عندك دي في أسيوط مغاغة؟ لا مغاغة المينيا أمال دخلت أسيوط بس المراغة أنا أقول لك أنت عدية تقفزت تقفزت من سهاج للمينيا دخلت لي أسيوط عشان بلدك لا عشان الخمزة كانت كبيرة ماشي